اشتركوا في القناة التي حدثت في حياته عليه الصلاة والسلام ونستخلص منها الفوائد والعبر والعضات ولا شك أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بمثل هذه الفوائد والعبر والعضات فمن يقرأ في أي حديث وفي أي موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أو مع غير المسلمين أو مع حتى الجمادات عليه الصلاة والسلام والحيوانات يعلم أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة ونبي القدوة كما ذكر أو أمرنا ربنا جل وعلا بالاقتداء به والتأسي به عليه الصلاة والسلام ذكرنا أيها الإخوة في الحلقات الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني جاهد على استقراره وأن يستتب الأمن في المدينة قبل أن يبادر في الدعوة الخارجية فكتب المواثيق عليه الصلاة والسلام بين المسلمين بعضهم وكذلك بين المسلمين وغير المسلمين من المشركين والوثنيين وكذلك بين المسلمين واليهود وكان حريص عليه الصلاة والسلام وفطن عليه الصلاة والسلام من أن يندس أحد يثير الفتنة بين المسلمين أو حتى بين المسلمين وغير المسلمين في المدينة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استقر له الأمر عليه الصلاة والسلام الآن تفرغ للدعوة الخارجية ولكن كفار مكة لم يتركوه عليه الصلاة والسلام بل أنهم جاهدوه وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال وبمواجهة ومجابهة الكفار وذكرنا أيها الإخوة أن الجهاد لا يعني فقط هو جهاد الحرب وجهاد السلاح وإنما هناك أنواع كثيرة للجهاد ذكرنا في الحلقة الماضية من أعظم أنواع الجهاد هو جهاد النفس لذلك كلمة قالها بعض العلماء هي مقولة تكتب بماء الذهب قال العيش في سبيل الله العيش في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله الإنسان لما يعيش مجاهدا صابرا مجاهدا نفسه في سبيل الله عز وجل هي أعظم ولا شك أنه أرقى من أن الإنسان يموت في سبيل الله أن يقتل في المعركة فالإنسان كلما زاد وتزود من الصبر ومن الدعوة ومن الجهاد جهاد النفس والعمل فإن ذلك لا شك أنه يزيد في حسناته يقول كما جاء في الأثر عن نبي صلى الله عليه وسلم أن رجلان منهم رجل قتل في معركة شهيدا والآخر أطال الله في عمره فجاهد وصلى قال الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أجرا من الأول وبيّن ذلك وعلّل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الثاني استمر في طاعة الله عز وجل واستمر في عبادة الله عز وجل سنين ثم بعد ذلك قبض فكانت أعماله أكثر من أعمال أخيه فالإنسان أيها الإخوة في جهاد وفي مواجهة أولا مع نفسه كما ذكرنا في الحلقة الماضية كيف يجاهد الإنسان نفسه أيضا أيها الإخوة من أنواع الجهاد ومن أنواع أعدائك الذين ينبغي عليك أن تجاهدهم هم شياطين الإنس وشياطين الجن شياطين الإنس وشياطين الجن وشياطين الإنس أعظم ضررا عليك من شياطين الإنس الإنسان لما يأتيه إنسان من جنسه ومن شكله فقد يكون قريبا منه ويحثه ويدعوه إلى الرذيلة وإلى الفساد وإلى الإفساد فلا شك أن هذا من أعظم الأعداء الذين ينبغي علينا أن نتلبه منهم وأن نجاهدهم فشياطين الإنس أيها الإخوة هم الذين يأتونك ويدعونك إلى الفساد والإفساد سواء كانوا من شبهات أو شهوات نكبل بعون الله جل وعلا بعد الفصل هياكم الله أخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات نعم أيها الإخوة انتقلنا من جهاد النفس إلى جهاد نوع آخر وهو جهاد شياطين الإنس وشياطين الجن شياطين الإنس أيها الإخوة قد يخفى حالهم على كثير من الناس قد يخفى حالهم على كثير من الناس فشياطين الإنس يأتون بنفس صورتنا وبنفس أشكالنا وقد يكونون من أقربائنا ومن أصدقائنا ولكنهم يدعوننا إلى كل شيء محرم يدعوننا إلى الفساد والإفساد هؤلاء أيها الإخوة ينبغي علينا أن نجاهدهم نجاهدهم كيف نجاهدهم نجاهدهم أيها الإخوة باللسان وبالفعل من أن الإنسان يعني ينصحهم ويكلمهم من أنهم يقصروا عن الشر ويقصروا عن دعوتنا إلى الشر فالإنسان حينما يأتي إلى صاحب رذيلة وإلى صاحب معصية ويدعوه ويكلمه لا شك أيها الإخوة أن هذا من أعظم الجهاد جهاد الكلمة جهاد النصح جهاد التوجيه بعض الناس يعني يغفل عن هذا السلاح وهذا الأمر وهو جهاد الكلمة لمثل هؤلاء الشياطين شياطين الإنس فينبغي علينا أيها الإخوة أن نتلمس من تلبس بهذا اللبس وهو لبس الشيطان الذي يدعو إلى الرذيلة ويدعو إلى الفاحشة ويدعو إلى الفساد فينبغي علينا أن نجاهد مثل هؤلاء وأن نردهم إلى دين الله عز وجل وأن نحتاط ابتداء أيها الإخوة من ضرر هؤلاء الذين هم أبناء جلدتنا وقد يكونوا من أقربائنا وأن نعلم أنهم هم الأعداء الحقيقيين إذا لم يرجعوا فنجاهدهم ومن مؤمن الجهاد كما قلنا أننا نردهم إلى دين الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله علمنا كيف ننصره مظلوم لكن كيف ننصره ظالما قال أن ترجعه إلى الحق أيضا أيها الإخوة شياطين الجن يعني هم من أعظم أعداءنا كما قال ربنا عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو أعظم ما نجاهد به هذا الشيطان أيها الإخوة أن نعتصم بدين الله عز وجل وأن نلتجأ إلى الله عز وجل وأن نستعيذ بالله جل وعلا منه وأن نتحصن بالأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحثن على التمسك بها فلذلك أعظم ما يتحصن به ويتدرع به الإنسان من شياطين الجن هو أن يعتصم بمثل هذه الأذكار المعينة له عن الإبتعاد عن هؤلاء الشياطين شياطين الجن الشيطان أيها الإخوة دائما يوسوس إلى الإنسان يوسوس له في أمرين اثنين وهما الشبهات والشهوات الإنسان قد يعني يلقي الشيطان في قلبه شبهة ويتشربها هذا القلب فيكون سببا فيه والعياذ بالله أن يترك دين الله عز وجل لذلك لما تأتيك شبهة شيطانية سواء كانت من شياطين الجن أو وسوسة الجن أو من شياطين الإنس ينبغي عليك أن تذهب لمن يزيل مثل هذه الشبهة من العلماء وغيرهم أن تسأل أهل العلم لكي يزيلوا عنك مثل هذه الشبهة وهي من أخطر ما يقذفه الشيطان شياطين الإنس وشياطين الجن في قلوب المؤمنين أيضا من الأنواع التي يعني يحاربنا بها شياطين الإنس وشياطين الجن هي الشهوات أن يدعوننا إلى كل رذيلة وإلى كل شهوة محرمة فالإنسان ينبغي عليه أن يتدرع وأن يكون له حصن ووقاية بطاعة الله جل وعلا وبالابتعاد عن معصية الله عز وجل فالشياطين شياطين الإنس والجن لهم سلاحان يحاربوننا به وهو الشهوات والشبهات فالإنسان المسلم ينبغي عليه أن يجابها مثل هذا العدو وهم شياطين الإنس وشياطين الجن من أنه يحصن نفسه بطاعة الله عز وجل وأيضا يحصن نفسه بالعلم الشرعي وكذلك يحصن نفسه بالأذكار وبما جاء عن الله عز وجل وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يكون قريب من أولياء الله عز وجل الصالحين وأن يكون قريبا من العلماء الذين هم بعون الله عز وجل عون له بأن يزيل عن نفسه مثل هذه الشهوات ومثل هذه الشبهات أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وأن يحفظنا من شياطين الإنس والجن نلتقي بعون الله عز وجل في حلقة قادمة هو ولي ذلك وقادر عليه صلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة